موسيقى كثير أشخاص رواد بفوتوا على الزواج وعندهم هيدا السؤال أنا شو رح يطلع لي؟ يمكن كثير الصبايا بيكونوا ناطرين يوم الزواج والفستان والزهور أشخاص كثير بيكونوا متعين من الزواج أنا بدأ عامل عائلة هيدا هدفهم أشخاص بيكونوا عم بفتشوا على الرومانسية بيشوفوها بالأحلام بيشوفوها بالأفلام وبالأحلام وبالأحلام فإذن هولا كلهم إشياء حلوة بس للأسف الزواج مش ما وجدوا الله تعمل كل هول بس لأن لما منصير هيك فايتنا على الزواج بس مفاكسين على هول الرغبات بلا استراتيجية واضحة على الزواج وبلما نفهم ليش الله أوجد الزواج رح نكون عنا خيبات أمل كثيرة ورح نيقص ورح نفشل ورح نصير بالآخر ضايعين عم نتذكر الأيام الحلوة اللي قطعت ومش عارفين ومعنا أمل للمستقبل وخصوصا لما يكون نوصل لمرحلة بزواج الشريك ما عم بيلبيلنا التوقعات اللي نحن عم نحلم فيها وحطينا ومنتوقع نحصل عليها بالزواج أنا ببساطة رح أرأيات من الكتب المقدس تنعرف ونكتشف سوا أنا شو دوري كشريك بالزواج أول شي بيقول فأريد أن تكونوا بلاهم غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب وأما المتزوج فيه يهتم فيما للعالم كيف يرضي مرأته ونفس الشي زوجة فإذن واضح كثير أنه أنا لما أكون متزوجة أنا اهتمامي الأول بدي يكون بزوجة بعائلتي وهذا شي واضح بالكتب المقدس بكورنتوس الأولى سبعة اتنين وثلاثين فبدي خلي براسي أول شي أنا اهتمامي مش ذاتي مش نفسك فأنا بدي أرضي نفسي زوجة وأنا بعتبر أنه زواج هو أكتر مطرح هيكي مثل الدهب أو الحديد بيحفع الحديد تحت للرب يشكل قلبنا يشكل قلبي يشكل أنا أولوياتي بعد هنا بيقول كمانا لا شيء بيتحذب أو بعجب بل تواضح حاسبينا بعضكم البعض أفضل من أنفسكم وكمان وين في طبق أحد الشيء هيدا الآية أكتر من الزواج قدي تحدي لأيلي أنا بدل ما دل عم فكر بإحتياجاتي برغباتي أنا كيف ما عم يهتم فيي ما عم بيحبني ما عم يعطينا وقت بدي دل فكر احسب زوجة أفضل مني قدي فيها تحدي قدي ماريان في خطورة لأنه أنا ما رأيت فيها إذا بدي أقول بالأنانية مش تجاهك بس أنانية بدأت سلّى بدأت سلّى هيدا كلمة تسلية مشكلة ما خاصة بتكون أبدا بشركة الحياة ولا بشركة الحياة أنا بعدها حرب روحية لأنه الإنسان شوي بيزيح عيونه ما بعرف إذا زحت عيوني بمحلات عن ياسوع هو بيعرف بس أنا ما بتذكر هيك كتير بس بيزيح عيونه على إذا بدنا الهدف الرائع اللي هو زوجته ومش الأنا لأنه يمكن عيوني ضلّن على ماريان بس الأنا في شي أنا وحكينا عن موضوع بأول حلقة الميد لايف كراسيز اللي هو قذبت منتصف العمر ما ضبوط وقته بيوصال إنسان بيحس حالو هيدا كذبة لأنه أنا عم بطلع منها بيقوة بياسوع إنه كأنه الحياة عم بتفل بسير واحد يعمل أمور بيحبها يزبط جسمه مش غلط نزبط جسمه بس عم نحكي إذا كل الوقت أنا 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 وبصاروا يقولوا السيارة الحلوة معاوة تفكر مثلا بمصلحة البيت لأ بشتري سيارة تطلع وما فكر هيدا أنا مش هيك أنا أكيد أنا ما فكرت بالسيارة بس فكرت كل حدا شي هيدا كتير مهمة الأنينية نكسرها بالصلاة لأنه الأنينية فيها تكسر يسح كمان آية تانية لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا وبيقول كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم فإذا نحنا مثلا ما يبدو يكون يسوع لتعلموا مني لأني وديعوا متواضع القلب فإذا إذا أنا حطيت براسي يسوع يلي غسل الجينة لميزو أنا أفضل مطرح كون عم بعيش يسوع عم بهيك اشتغل على شخصيته عم بخلي يسوع يشكل قلبي صدقوني الزواج أنا لقليه أول هدف هو أنه يقدسنا أكتر الرب هيك يشتغل علي أكتر لأني أكتر مطرح أنا عم بحتك بإنسان وعم بوجع مرات وعم بتحدى أنا نيته وعم بتحدى أنا رغباتي هو الزواج فإذا خلينا هيك نعتبروا فرصة أنه يسوع طلع أفضل ما فيه يغير نشيل مني أنا نيته خلني حط الشريك الآخر قبل نفسي لما أعمل هيك صدقوني في براكات براكات لا توسع ما بتحصى لما أنا طيع أصلا لما طيع بيفتح الرب سماء من البراكات علي فإذا أنا عم بستخدم زواجي تكون عمطية تكون عم فضل زوجي عن نفسي صدقوني في براكاته وبحب كتير قدير الرب بيوعد الصديق أنه يستمتع بأمرأة شبابه فوعدنا أنه لحيكون فيه استمتاع بالزواج وفيه فرح أصلا كل شي عام له الرب هو خير هو جود هو حلو وإجتها يعطينا حياة حلوة وفياضة فإذا أكيد الزواج فيه ومتعه فيه جمال بس هيدا بتجي نتيجة أداستي ونتيجة أنا تفضيلة لشريكة على نفسي وأكيد رح يكون فيه خيبة أمل رواد مرات كتير لأن أشخاص بيبلش بقولوا يلا أوك أنا رح أتعب رح صليله رح أتحمل ولكن لما تكون بقوتنا فجأة ملاقي حلوة ضعفنا وفشلنا وعند خيبة أمل خلي يكون كمانا هنا ربعا يشتغل على رحمتنا لبعضنا فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم بلوءة ستة وتوبى للرحماء لأنهم يرحمون فخلنا نرحم بعضنا لما شف تقصير لما شف جروحات بدأ ارحم بالفترة اللي حكينا عننا أنا وديك أنه أنت قطعت بأمور صعبة وتحديات كنت عا بقل له يا رب أنا لوحدة ما حبتي رح تخلص لأن كل إنسان فجأة لما يلاقي حاله تعب بيحس حاله أنه أنا ما عم بتلقى شي بس عم بعطي نشفت قلت له أنا رح إجل عندك كل يوم بدأ أخذ منك الحب لأنه هو الله محبة هو نبع فياد من الحب طالما نحنا عم نتغزى من هالنبع رح يضل عنا فايد صدقوني إذا أنت بزواج صعب عم تعطي تعطي ما في شي بالمقابل زوجك ما عم بيحقق لك ممكن التوقعات طبعك أو الاحتجات أبسط الاحتجات أنا اللي بدي أقليك والبايبل اللي كتاب المقدس بيقول صلوا بصمت منربح زوجنا زرعه الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد هذا مبدأ جولدن رول يعني ذهبي بالحياته بالزواج وماريان هيك حابي بقول شي الاختبار اللي كنا عم نمرق فيه أكيد كان كل واحد من مالته عم بيصلي وأنا كنت ملقت بالرب بس لأنه ما أرواع تشوف شريكة حياتك أو العكس بالعكس شريك حياتك هو عم بيصلي كنا قاعدين بمحل هيك إخدين خلوة مع بعض كنا بقتل وبتذكر من بعد سنين زواجي أنا ومرضي البعشقة برغم أني أنا هلأ أنا التعبان وعندي تحديات وحروب الشيطان حابب كان يقزي فيه بس مدعوس بيقسم ياسوهم ما قدر بس شوية تعبت بتذكر أنه شفت شي بمرضي جديد بعد يمكن 14 سنة بين الزواج والخطبة بده الإنسان شغلة وقتها شريكة الحياة بتغزى من ياسوها بيصير عندها عن جات سوبر باور اللي هو قوة غير عادية ومش ما بيقدر الإنسان يحللها بتذكر هيك شاركتها شي وبتذكر محبتها وعشقة لقل المنوع عادة اللي واعي مش عشق يعني لأنه هي بتعشقنا بالعكس عم تقلكن أنه كانت فاضية بس بتذكر شفت حنانيا سوع من خلالها لا يوصف وقديا شايفة وقفت حدة وأنا وقفت حدة بس شفت شي جديد وما عم بقدر إنسى وقلت له بتاريخ حياتي الزوجة خبرتك هيدا الموضوع وانت وقفت بعشق مش هو قفت إنه اليوم أنا حده بكرة بدت عتبني وبعدها لليوم وقفة حده ما بقدر إنسى هيدا شير بدي أقول تغزيت من الرب وعم تاخد من ياسوع عطيتني حنان ياسوع بهيدا الوقت كتير كتير مهم حيالله شريك اللي تعبين لازم التاني يكون عنده حنان حنان ياسوع مش حيالله حنان حنان الحقيقة الحب الحقيقة طبعا ياسوع لازم تلمسوا لأنه ما بتعرفوا قدي هو ويتامين بس شفوه بالشريكة أو بالشريكة اللي بوشكن وهيدا اللي صار وأنا بعرف إنه حنان ياسوع اللي موجود فيها أنا بعرف قديهم وقفنا اليوم عجرية أقدر نهار انتصر أكتر وأكتر وبتعرف رواد شي اللي بساعدنا نتحمل وهيكي طيب اللي بنا نتذكر إنه أنا ياسوع قديرة حملة أنا لو ياسوع هلأ موجود هون مثلا عم بيحكي مع رواد كان بيعمله بكلمة حبة ما بيقله يلا بدك تتغير لأ كان ينطر كان يصبر قال سامح وبعت من سبعين مرة سبع مرات وبيرجع رواد ياسوع بذكرنا قديه هو رحمني لقلي قديه أنا مرات غلطت وختيت حتى بتذكر رواد لما أنا كنت عم صارع بقصة وزنة وكانت يعني كان هيدا التركيز الوحيد طبعي وإزعال وكان هو حد ويقف حد عم بيحبني عم يطول بله عم ينصحني عم يذكرني بكلمة الراب صور شو حلو هيك الشريكان يقفح لبعضهم وكأنا عم نزمع بهيدا البانك أنا بعتبره أنا بانك وهو بانك جمع كتير محبة وجمع كتير اهتمام وحنية وتشجيع بهيدا البانك طبع حياتي وطبع قلبي فأنا هلأ أقل شيء وأفحده وحبه وإهتم فيه هيدا عم نحكي أرديا هلأ ما عم نحكي حتى شو الكتاب لمقداس بيعلمنا